لا يختلف ليبيان اثنان على أن المشكلة الأمنية هي أزمة الأزمات في ليبيا ولكن المفارقة تحدث هذه الأيام حيث تمضي مباحثات اللجنة العسكرية المشتركة قدما من نجاح إلى توافق من الغردقة مرورا بجنيف إلى غدامس ثم سرد فيما ظهرت الخلافات في المسار السياسي عند اليوم الثاني لحوارات تونس رؤيتان في حوار تونس لتشكيل الرئاس والحكومة فريق يتبنى رؤية تشكيل مجلس رئاسي سيادي وحكومة تنموية خدمية فيما يتبنى تيار الإسلام السياسي رؤية تشكيل مجلس رئاسي شرفي مقيد وحكومة سياسية عالية الاختصاصات على النقيض تماما فإن لجنة خمسة زايد خمسة العسكرية المشتركة والتي تحولت إلى لجنة العشرة تمضي قدما في جولتها السادسة التي تلتأم في سرط وتتمحور على السبل المثلى لتنفيذ ما توصلت إليه من تفاهمات وكما يرى مراقبون أن نجاح مباحثات اللجنة العسكرية لن يتحقق إلا بالعمل في الميدان على أرض الواقع بدءا من الحفاظ على الاتفاق الدائم لوقف إطلاق النار مرورا بفتح الطرقات بين المدن وحلحلة التشكيلات المسلحة وجمع السلاح وعودة المعسكرات وحماية المنشآت الحيوية وليس انتهاءا بإخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد التحدي الحقيقي لللجنة العسكرية المشتركة هو المرتقب على الأرض لا سيما مع ما تشهده الساحة من معرقلين داخليا وخارجيا لهذا المسار الناجح نسبيا فيما يرى مهتمون أن هذه اللجنة المشتركة مثالا يحتذا التفاهمات الوطنية بالنوء عن المصالح الشخصية وأجندات التكتلات الحزبية والمصالح الجهوية والمحاصصة على حساب الصالح العام للوطن والمواطن